مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله إليكم الأحوال الجوية المتوقعة خلال ثلاثة أيام القادمة وملخص الأحوال الجوية المتوقعة نتوقع أن تكون درجات الحرارة أعلى من معدلاتها يومي الأحد والاثنين وأيضا تكون الطقس يمائل إلى الدفء النشبي أثناء النهار لكن يميل إلى البرودة أثناء الليل مشاهدينا فاصل ونواصل النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن LG الرؤية الحديثة مختبرات ميد لابز 57 فرعاً في المملكة لخدمتكم المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري سيتي مول مكانك المفضل مشاهدينا أهلاً وسهلاً بكم مرة أخرى على الخرائط التي تمثل درجات الحرارة نلاحظ أن المملكة ستكون يوم الأحد تحت تأثير كتلة هوائية دافئة نسبياً بحيث تكون درجات الحرارة في المملكة أعلى من معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة على الأقل ما بين ثلاث إلى خمس درجات مئوية لكن يوم الثلاثة إن شاء الله في انخفاض واضح على درجات الحرارة أما الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة هذه الليلة تميل الأجواء إلى البرودة النسبية وبالتالي درجة الحرارة الصغرى المتوقعة 10 درجات مئوية أما الأحوال الجوية المتوقعة لثلاثة أيام القادمة يومين الأحد والاثنين درجات الحرارة أعلى من معدلاتها والأجواء في ساعات الظهيرة تميل إلى إنها تكون لطيفة وتميل إلى الدفئ وبتكون أعلى من معدلاتها ما بين ثلاث إلى خمس درجات مئوية والعظمى المتوقعة يوم الأحد تساطاش لكن الصغرى أيضاً أثناء الليل عشرة أجواء تميل إلى البرودة لكن ومع ذلك درجات الحرارة أعلى من معدلاتها على الأقل بست درجات مئوية وكذلك يوم الاثنين العظمى المتوقعة تساطاش لكن تظهر بعض السحب العالية يومي الأحد والاثنين وأيضاً يوم الاثنين درجات الحرارة أعلى من معدل العظمى وكذلك الصغرى أعلى من معدل إذن أجواء تميل إلى الدفئ أثناء النهار لكنها تميل إلى البرودة النسبية أثناء الليل وخاصة في ساعات الصباح الباكر يوم الثلاثة إن شاء الله تتأثر المملكة بمنقفة جوية وكتلة هوائية باردة نسبياً ورطبة يؤدي إلى انخفاض واضح وملموس على درجات الحرارة وتكاثر غيوم وتصبح الأجواء باردة نسبياً وغائمة جزئياً إلى غائمة وتسقط زخات متفرقة من المطر في معظم مناطق المملكة خاصة مناطق الشمالية والوسطى وبعض المناطق الجنوبية وبالتالي الأحوال الجوية وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرة المتوقعة في المحافظات المختلفة المملكة المناطق الشمالية هذه الأجواء المتوقعة يوم الأحد إربط 19 العظمى والصغرة 12 عجلون 18 عشرة جرش 20 إلى 11 والمفرق 19 إلى 8 درجات مئوية أما المنطقة الوسطى فالبلقاء 20-13 ومأدبة 19 عشرة عمان 19 عشرة والبحر الميت 25 إلى 18 والزرقاء 20 إلى 9 درجات مئوية أما المنطقة الجنوبية الكرك 21-12 الطفيلة 18-12 الشراه 17 عشرة والعقبة 26 إلى 14 وإمعان 22 إلى 10 درجات مئوية أما المنطقة الشرقية الأزرق 23-7 العظمى 23 والصغرة 7 الصفاو 21-7 والرويشد 22 إلى 8 درجات مئوية مشاهدينا شكرا للمتابعة نترككم في أمان الله النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك معه المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن LG الرؤية الحديثة مختبرات ميد لابز 57 فرعاً في المملكة لخدمتكم المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري سيتي مول مكانك المفضل اشتركوا في القناة